أهلا بحضراتكم من جديد شوفنا قبل الفاصل وإحنا بنشير للروح الرياضية إزاي الأشقاء في تونس بيقدروا الأهل وفوزوا ببطولة أفريقيا للطائرة وإحنا بنهني نادي الزمالك ببطولة أفريقيا لليد استغربنا إنه الكابتن خالد الغندوري بقى منزعج ليه أو يفسر عدم مشاركة الزمالك عشان نقدر نجيب التلات فقرات اللي انت عايزهم مش هنعلق تأكيدا للروح الرياضية العربية الأهلي وقزمة الكاف الرأي من الجزائر الكابتن رفيق صايفي عن موقف الأهلي والكاف الأزمة فين ومن الغلطات بيعمر بعض بقى كله الخامس لإقامة نهاية فيها 30 من يونيو عمال المخطئ بالنسبة لي الكاف الكافية المخطئ أول شيء هل شفت مشاكل في تشمبيونس ليج الأوروبية لا من البداية تعرف أين يلعب الدول التي أعطيت الاستضافة للنهائي مستوى جيد نتكلم على سينيغال ملعب الجديد نتكلم على جنوب إفريقيا يعني هذه الدول اللي قدمت فيه ملعب عالمية من البداية من البداية قبل ما تبدأ البطولة نعمل قرعة ونختارها ما نوصلوش اليوم لهذا المشكلة ولكن من قبل أنتك اتحادية كبيرة كاف نتعمل بداية تعمل عامل احترافي البطولة تبدأ عارف النهائي أين راح يكون الخطأ الكبير هو الكاف هو الكافية التي تحمل من الجزائر رفيق صيفي كابتن رفيق صيفي من العراء صديقنا العزيز المحلل والصحفي والمدرب والكابتن واللاعب ميسم عادل من العراء نسمعه على ما يبدو أن الناد الأهلي يدفع ثمن مقولة بلاتر رئيس الفيفا السابق اللي خاطب بها عيسى حياتو الرئيس السابق للكاف هذه المقولة كانت بما معناه أنه أنتم معدكم غير الناد الأهلي هو ليمثل القارة الأفريقية في كأس أندية العالم يعني أنتم معدكم غير الأهلي هذه الأندية الأخرى وينها كلما أجي أشوف بطولة لكأس أندية العالم أجد الناد الأهلي يلعب فيها وين أنديةكم على ما يبدو أن هذه المقولة ضجت مضاجع رجالات الكاف رغم تغير الأسماء والشخصيات على مر العصورة وعلى مر الأزمان لكنها تؤرقهم ويريدون أن يثبتوا أن القارة الأفريقية فيها أندية غير الناد الأهلي علما أن الناد الأهلي بيض وجه القارة السوداء عندما دائما ما يكون العلامة الفارقة في كل البطولات التي يمثل فيها هذه القارة عندما أسنت الكاف إلى المغرب وإلى نفس المدينة بمناسبتين متتاليتين نهاء دور أبطال أفريقيا هذا بحد ذاته خرق لكل القوانين والأنظمة المتعارف عليها في الاتحادات القارية أنا أقول هناك أهزوجة عراقية جميلة تقول هنا ملعب أو هذا ملعب وذاك ملعب وين ما تردون أن نلعب فالأهلي إن شاء الله بقوة رجالاته ولاعبي وجهازه الفني في أي ملعب سيتغلب على المصاعب وسيحصل على هذه البطولة بإذن الله ومن العراق إلى تونس للأسف دي أهمنا الوقت دون أن نلحق بتونس لسه عندنا ديتين لا الوقت للأسف مش هيسمح لكن تعليقك الأخير على ميسم وعلى رفيق صحيفي وعلى ما لم يسمع من الإعلام التونسي من الإعلام التونسي أن الكل بيقول لك يعني طبعا هو ميسم بس دخل في حتة تانية هو الاتحاد الإفريقي بيدفع تماما مقولة بلاتر اللي كرر أنفنتينو بالمناسبة آخر كل ما جاء أوزع جوازة لقيني بسلم على الأهل فطبعا مسألة الملعب لا تترك إلى اللحظات الأخيرة وده أمر كان ينبغي وبعدين قلت لك في حلقة مفقودة عاديين ننقشها بعد كده لأن الحلقة مفقودة دي تخصنا هنا جزء كبير من اللي إحنا فيه كان لعدم الإفساح عن الخطاب الوارد بطلبات التنظيم للمبرارة النهائية اللي عمالي يقولك الأهل ما طلبش لأنه لم يطرع علينا الخطاب والأهل ما بيطلبش المفروض أن الاتحاد المصري كان يطلب التنظيم لأنه قالك ده غلطة تضاف إلى سلسلة من الأخطاء المؤسرة الأهل ما طلبش إلى أنه مش من حق يطلب ولا من حق أي نادي يطلب لأنه ما فيش نادي يملك ضمانة أنه هيلعب في النهائي ما فيش حد هيقدم على التنظيم والأرض قد لا يشارك فيه دي كرة فالمسؤولية مسؤولية الاتحادات الاتحاد المصري أخطأ والاتحاد القري إنحاز هو ده اللي حصل أعتقد اسخغل الخطأ صحيح لكن في كل الأحوال موقف الأهل واضح فريق الأهل جاهز السبت مع أمب إن شاء الله تعالى يتغلب اللعبون على كل هذه الظروف الصعبة وحاولوا يخرجوا من مأزق النتائج المحلية غير المرضية لجمهيرهم وعلى كل اللاعبين أن يتحملوا هذه المشاكل ويا جمهير الأهل اتحدوا والتفوا حول الأهل شكرا لحضراتكم دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم إن شاء الله تصبعوا على خير اشتركوا في القناة